انا انصحكم ان لا تقتلوا نزار وتقولوا مات بالكورونا او مات باي مرض لان هذا لن يفيدكم في شي وانصح نزار المحاكمة على الابواب انهم اذا طلبوا سويسرين يحاكم على سويسرين خير من يقتلوا الجنرالات وسجن في سويسر اخير لك من قتل على ايدي الجنات لانهم يديروها لكن اللي نأكدها وهو من الناس يسمعوا فينا والانفهاش جدال باذن الله ان قضية نزار مستمرة وانها لن تغلق لا بانسحاب هذا الشخص ولا بموت الدكتور حسن كركاتي رحمه الله انها مستمرة وستستمر واذا ما كناش قادرين نحاكموكم في الجزائر وهو المفضل والاولوية فاضعف الايمان ان تغلق عليكم جنتكم وهي اوروبا لان ملفات انتعى المظلومين والمعذبين وباذن الله ستكثر وستتعظم وسترفع على بعض الاسماء الاجرامية خاصة اللي رهي اليوم في هرم سلطة الاجرام المافيا العسكرية والمخابرات الارهابية